في احتفال ديني حاشداً وبحضور جموع غفيرة من المؤمنين رقى قداسة البابا فرانسيس 21 من إكليروس الكنيسة الكاثوليكية من كل أنحاء العالم إلى الرتبة الكاردينالية ومن بينهم غبطة الكاردينال بير باتيس سابت سبالة بطريارك القدسي للاتين الذي أصبح ثاني بطريارك أورشاليمي أخذ هذا المنصب منذ تأسيس البطرياركية في القدس تفاصيل وأوفى حول هذا الاحتفال العالمي في سياق التقرير التالي وسط جمع من الكرادلة والبطاركة والأساقفة ورجال ديناً من مختلف كنائس العالم رقى قداسة البابا فرانسيس عدداً من إكليروس الكنيسة الكاثوليكية إلى الرتبة الكاردينالية ومن بينهم غبطة البطريارك بير باتيس سابت سبالة الذي أصبح ثاني بطريارك أورشاليمي أخذ هذا المنصب في تاريخ تأسيس البطرياركية اللاتينية في القدس من بعد البطريارك فيليب كاماسي جرت مراسم التنصيب في احتفال حاشد أقيم في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان وسطاه تافاتي آلاف المؤمنين الذين لوح بعضهم بأعلام بلادهم وقد شارك في الاحتفال أمين عامي وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية السفير ماجد القطارني وعدد من أعضاء مجلس النواب المسيحيين والوفد الكنسي المرافقي للبطريارك بات سبالة من الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وقالت وزارة الخارجية أن دعوة الأردن إلى هذا الاحتفال تأكيد على أهمية الوصاة الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانون القائم في المدينة المقدسة وفي المناسبة ألقى الأبو الأقدس عضة قال فيها إن يوم العنصارة مثل معمودية كل واحد منا هو عمل خلاق يجدده الله باستمرار وكل معمد يعيش من خلال عمل الروح القدس فأنتم أيها الكرادلة الجدد قد أتيتم من أنحاء مختلفة من العالم وكل واحد منكم عليه أن يصغي أكثر من أي شخص آخر ليساعد كل الناس ولننطلق معا متشوقين لأن نلتقي بيسوع ونسجد له ونبشر به لكي يؤمن العالم وفي ذات السياق ترأس الكاردنال بات سبالة في بازيليك مريم الكبرى الحبرية بروما القداسة الإلهية الأول من بعد تعيينه كاردنالا بحضور لفيف من الأسقفة والكهنة والرهبان والرهبات وشخصيات رسمية من الأردن وفلسطين وإيطاليا وممثلين عن مؤسسات كنسية وحشد كبير من المؤمنين وشدد البطريارك بات سبالة في عظته على أن كل رسالة جديدة هي خدمة وكل لقب في الكنيسة له دوره ومسؤولياته وبالتالي فإن رفعه إلى المرتبة الكاردنالية ليست بخطوة جديدة نحو الأعلى بل للسير نحو العمق وبعد مراسم الترقية تقبل الكاردنال بات سبالة في ردهة القصر الرسولي التهنئة من الوفود الرسمية والكنسية والشعبية التي حضرت احتفالية تنصي به هذا وستقام في وقت لاحق احتفالات بهذا الحدث العالمي في كل من عمان والقدس وبيت لحم والناصرة وقبرص وبهذه المناسبة البهيجة تتقدم أسرة فضائية نورسات الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلة بالمدير الإقليمي للقناة الدكتورة باسم السمعان وكافة فريق العمل بأحر التهاني القلبية من غبطة أبينا البطريار بير بات سبالة بعد ترقية قداسة البابا فرنسيس له ومنحه رتبتها كاردنال في الكنيسة الكاثوليكية متمنين لغبطته مزيدا من التقدم والازدهار في خدمة الكنيسة عامة وكنيسة الشرق خاصة اشتركوا في القناة